أعزائي طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة أو تكنولوجيا أعمال الخرصانة الصف الأول جدرات أو منظومة الجدرات الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عليها على بعض الحاجات ودخلنا في شغل كتير اتكلمنا على الوحدة الأولية في الصف الأول أعمال الخرصانة وألا وهي الصحة والسلامة المهنية واتكلمنا على الوحدة التانية ألا وهي وحدة العدد والأدات والأدوات والمعدات المستخدمة في قسم أعمال الخرصانة تمام فكل الكلام ده اتكلمنا عليه الوحدة الأولية والوحدة التانية وقلنا هي في منظومة الجدرات الوحدتين دول وحدتين مكملين للوحدات اللي جاية يعني بمعنى أصح أن أنا كل حاجة أو كل وحدة أو كل تمرين أو كل مخرج هبدأ أتكلم عنه والمخرج ليه يعني كذا تمرين وله معايير هشتغل عليها وهتتقيم عليها فأول معيار في كل تمرين أو في كل مهمة هتقضيها أول حاجة لازم هتتحاسب على السلامة والصحة المهنية لو أنت مش جدير بالسلامة والصحة المهنية الكلام اللي تكلمنا عليه في الأيام اللي فاتت والحلقات اللي فاتت هيبقى عندك نقص وهتبقى غير جدير بعد في المهمة بتاعتك وكمان لو أنت مش جدير أو غير جدير بعد في المعيار اللي بعد كده اللي هو استخدام لك للأدوات واستخدامك للمعدات اللي هتستخدمها في المهمات اللي هتقضيها بعد كده في الوحدات اللي جاية هتبقى أنت كده غير جدير بعد في الوحدات اللي جاية والنهاردة هنبدأ نتكلم مع بعض على الوحدة الثالثة ألا وهي تجميع وفك وصيانة الشدات الخشبية للأساسات تجميع وفك الشدات الخشبية للأساسات دي حاجة مهمة جدا جدا طبعا وزي ما قلنا أن احنا ملتزمين بأدوات السلامة والصحة المهنية بتاعتنا وملتزمين بكل شيء في العدد والآلات المستخدمة في أعمال الشدات الخشبية للأساسات وكمان صيانتها نيجي بعد كده بنقول ملخص الوحدة بتتكلم عن إيه الوحدة دي تهدف هذه الوحدة إلى إكساب الطلق والجدرات المرتبطة بتجميع وفك وصيانة الشدات الخشبية للأساسات المختلفة نظرا لما تمثله هذه الوحدة من أهمية كبيرة لبقية الوحدات أو الجدرات التي تتضمنها الوحدات التالية في برنامج الدراسة يبقى الوحدة دي مهمة جدا جدا أن أنت لازم تخلي بالك منها لأن هي مرتبطة جدا بكل الوحدات اللي جاية في تانية وفي تلتة يعني مش فؤولة بس أيوة مش فؤولة بس أن أنت فعلا الوحدة اللي جاية اللي احنا هنشتغل فيها النهاردة هتبقى الوحدات اللي جاية عندي بتكسب الطالب الجدارة بتجميع وفك وصيانة الشدات الخشبية للأساسات المختلفة نظرا لما تمثله هذه الجدارات في أهمية كبيرة لبقية الجدارات بنيجي نبص بعد كده مخرجات التعلم للوحدة طبعا احنا عارفين أن كل وحدة يا جماعة يا باش مهندسين يا محترمين أنت طبعا من يعني يعتبر بتعد نفسك إما عامل فني ماهر إما مهندس إن شاء الله مهندس مستقبل فأي وحدة باش مهندس دلوقتي هتعمل إيه هنتكلم فيها عن مخرجات وكل مخرج هيبقى ليه معايير وكل معيار أداء كل معيار أداء هيبقى لنظام في الشغل وهنبدأ نشتغل هنا نظري وكمان إيه عملي نخلي بالنا مع بعض عزيز الطالب المخرج أو نتكلم عن مخرجات بتاعتنا بنهاية هذه الوحدة المفروض تكون عارف إيه اللي هي إيه اللي هي المخرجات بتاعتنا يجب أن تكون قادر على تجميع وتنفيذ شدة الخنزيرة ده موضوعنا إن شاء الله النهاردة وهنهيأ ليه النهاردة إن شاء الله شغلنا بس هنكمل المخرجات على أساس تبقى عارف إيه اللي هتدرسه في الوحدة بتاعتك تجميع وتنفيذ شدة الخنزيرة تجميع وتنفيذ الشدات الخشبية للأواعد تمام؟ ده المخرج التاني عندي تجميع وتنفيذ الشدات الخشبية للميد والسملات عندي برضو أن أنت لازم تكون قادر على فك الشدات الخشبية الخاصة بالأواعد والميد والسملات والخنزيرة وتصنيفها أو وصيانتها تمام؟ يبقى لازم أكون قادر كل طالب عندي لازم يكون قادر يا جماعة على تنفيذ وتجميع شدة الخنزيرة برضو كل طالب عندي لازم يكون قادر على تنفيذ وتجميع شدات الأواعد بأنواحها والميد وكمان كل طالب يكون عندي يقدر يعمل أو ينفذ ويجمع شدة الميد والسملات وكمان لازم كل واحد يكون قادر أنه يفك الشدات اللي عملها دي ويبدأ أن هو يصين الخشب بتاعها ويبدأ يرص الخشب بتاعها في مكان طيب يا بش مهندس أنا دلوقتي لو عندي ما رصتش الخشب تبقى أنت غير جدير بعد يبقى أنت ما استفدتش بالحلقات اللي فاتت يبقى أنت ما استفدتش بالوحدات اللي فاتت لأن أنت دلوقتي زي ما قلنا أنت المفروض كل شغلك وكل مخرجاتك لازم تنفذ كل المعايير بتاعتها من الألف إلى الياء ماشي؟ غير زمان أنا زمان كنت بعمل إيه؟ خلي بالك يا بش مهندس زمان كنت أنا بأدرس الوحدة بتاعتي وأجيب مثلا فيها خمسين في المية بعدي أديني عديت وخلاص أجيب سبعين في المية تمانين في المية أديني عديت بامتياز مثلا أو جيد جدا جبت عديت التسعين يبقى عديت لإيه؟ عديت الامتياز بتاعه؟ ده زمان النهاردة لو أنت نسبة درجاتك أو نسبتك في تأديت المشروع أو تأديت المنتج بتاعك اللي هو المخرج أو تأديت المهمة تسعين في المية لا يجوز يبقى أنت غير جدير بعد ممكن تيجي حاجة في إيه مثلا؟ في أن أنت مش لابس أدوات السلامة والصحة المهنية لا تتبع في مشروعك أو في الموقع بتاعك أو كمان نقول في ورشتنا في المدرسة لا تتبع أدوات السلامة والصحة المهنية ماشي؟ يبقى كده أنت عامل إيه؟ يبقى أنت كده في عندك خلل يبقى أنت غير جدير بعد طيب أبا شمهندس أعمل إيه؟ أكون عارف أدوات السلامة والصحة المهنية أكون عارف يعني العدد والخمات وصيانة الخمات وصيانة العدد ولم عدتي إزاي وأخزنها إزاي وألم خشب إزاي وزبط خشب إزاي ورس خشب إزاي وكمان أن أنا أصينه إزاي يعني خلع منه المسمار وزبطه تمام في الورشة بتاعتي أو في المخزن بتاعي طيب وكمان أقدر أن أنا لازم أكون من المخرجات بتاعتي أكون قادر أن أنا أقيم نفسي عشان أحسن من نفسي في الأيام اللي جاي طيب نيجي بعد كده للمخرج تعلم رقم واحد مخرج تعلم رقم واحد بيتكلم عن إيه؟ تنفيذ وتجميع أو تجميع وتنفيذ شدة الخنزيرة بقول أولا في شدة الخنزيرة أو في المخرج دوا بقول إيه؟ الصحة والسلامة المهني أو السلامة والصحة المهني أيا كان زي ما تسميها أو زي ما أنت عايز تسميها سميها ماشي؟ يبقى أنا دلوقتي هتكلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة